نروح بقى لموضوع جدلي كان أثير فيه الفترة اللي فاتت وتبعناها معاك من خلال مدخل هاتفية لكن الجديد بما له علاقة كابتن محمود عشور كابتن محمود عشور كل يوم بيفجئنا بكل جديد ايه جديده؟ مؤخرا طبعا هو هيشارك في الدور السعودي كحاكم فار وعلى يعني محمود عشور ممكن نسألك سؤال فيسبوكي؟ تفضلي اللي بيتردد والترند والكلام ده كله محمود عشور خلصت بالدور المصري هيحكى في الدور السعودي؟ لا لا اطلاقا محمود عشور بيتعامل أو الدور السعودي لجنة حكام الاتحاد السعودي بتتعامل معه على فكرة يا جماعة مش قول مرة يحكي في الدور السعودي اه يعني هم بيتعاملوا معه لأنه أحد الحكام الكبار في أفريقيا والكبار في العالم استعانى يعني اه زي ما بيستعينه بالحكام الكبار فده أمر طبيعي وزي ما بيحصل من دول تاني مثلا زي الدوري التونسي يعني دوريات الأخرى ده أمر طبيعي واحنا علينا ان احنا كمصريين ده نشايف ان ده شيء إيجابي ان احنا عندنا حكام ضمن الصف وت العالم فاحنا ليه يعني ليه زعلانين ليه بريرة زعلان وبريرة دايما طول الخط لا يدعم محمود عشور وده هنجيله بتفاصيل تانية لأن محمود عشور يعني فاجئ بريرة قلنا أخبار الإيجابية بتاعت محمود عشور هو فين دلوقتي وازا بيتم الاستعانات محمود عشور دلوقتي في السعودية بنتمنى له التوفيق طبعا في الدور السعودي محمود عشور هيكون واحد من أهم العناصر المهمة جدا في مشروع ضخم جدا في الكاف ده انفراد يا جماعة لتمانية الصبح ده انفراد حقيقة لتمانية الصبح ومن خلال بقى هيبة ماهر اللي لازم نهنيه نهني محمود عشور بس حشرح ليه محمود عشور دلوقتي احنا بنهنيه قلنا البروشيكت من الأول في مشروع ضخم جدا الكاف بيعده للفار وفي لجنة حكام مستحدثة أو يعني منبثقة من لجنة حكام الكاف اللجنة فنية للفار واللجنة الفنية دي هيكون فيها اتنين من الكوادر المصرية تم اختيارهم لأنهم يعتبروا الأكفأ في أفريقيا مهمها ايه اللجنة المحاسية؟ مهمها هي الاعداد الكوادر على اللونج تايم ان احنا نعد الكوادر الخمسة وخمسين دولة اللي في أفريقيا هيتم اختيار منهم عناصر أفضل العناصر ويتم تدريبهم عشان يكونوا دول الزخيرة للكاف عشان لما يبقى في كاس عالم الكاف يكون جاهز بحكامه لأن الكاف في كاس العالم للسيدات الفترة الأخيرة شارك ب12 حكم ودي كان أول مرة الكاف أو أفريقيا تشارك ب12 حكم في كاس عالم للسيدات سواء على مستوى الفرق أو على صنوى الملعب فالكاف عاوز يحفز على النسبة دي ويعليها كمان في كاس العالم في أمريكا تمام هو كابتن محمود عشور في اللجنة دي وفيه كمان عندنا كادر مصري مهم بس هشرح البروجيكت شكله ايه هو مشروع ضخم جدا هيتم على مستوى القارة كلها هيكون رئيس اللجنة دي هو ديوي وكابتن تامر دوري هيكون هو الليدر هو المسؤول عن الكاف عن اللجنة المصري تامر دوري اللي هي تم الاستعانة بخبراته وخصوصا كمان كابتن تامر دوري هو رئيسا للجنة حكام لبنان عشان برضو نبقى نعرف الناس احنا عندنا مصريين كوادر وكابتن تامر دوري يعني الهيكل التنظيم هيكون معه محمود عشور ودحان بيدا الموريتاني وعلى دول هيبقوا مسؤولين عن الدول النطقين بالانجليزية جميل والدول النطقة بالفرنسية هيكون مسؤول عنهم كابتن محمد الجزاز المغربي وهيكون معه لحلو بن ابراهام الجزائري وعادل زراك المغربي لما نتكلم عن الأسامي الحكامي العاملين دي المحمود عشور ودحان بيدا طبعا الناس ممكن تسأل دلوقتي ازاي دول موجودين في اللجنة وبقوا ازاي أعضاء في لجنة يعني تقدر يتقولي ان هم أصبحوا بمثابة أعضاء لجنة حكام في الكاف لكن الكاف خد على اعتبار ان تقنية الفيديو تقنية مستحدثة فاستعان بالحكام العاملين الأكثر خبرة والأكثر كفاءة واللي هم ليهم بصمات كبيرة وحيتم هم اللي هيتعاونوا ويعلموا الحكام ويستعينوا بيهم في التدريبات في هذا المشروع فطبعا احنا بنتكلم في مشروع ضخم جدا يعني احنا نقدر نقول هنا ان الكابتن تامير دوري وكابتن محمود عشور بنهنيهم بنقول لهم مبروك الكاف بيستعين بيهم على اعتبار ان هم الأكثر ما معينهم في الصورة بنحييهم طبعا على الأداء وكابتن أمين عمر ده كابتن أمين عمر طبعا دي صور دي من دحلة كودفور فطبعا لازم نأكد ان هناك برضو كادر مصري مهم جدا في الكاف هو وقل السباعي يعني انا بتكلم عن كل الكوادر المصرية اللي موجودة في الكاف عشان الناس دايما تقول هو احنا مين نجيب مين يعني نجيب مين طب انا بقول لكم كان وقل السباعي كان مديرا لمشروع الفار في الكاف وهو مصري اصبح الان هو رقم واحد في الكاف مديرا لكل ما هو تقني مديرا للتقنية والتكنولوجيا في الكاف وحيتم برضو هيشتغل في هذا المشروع بالشكل الضخم ده ويمكن احنا على فكرة احنا نوهنا هنا قبل كاف البرنامج وقلنا ان المشروع ده هيكون ازاي هيتعمل هيكون على مدار العام كل زون في افريقيا سواء شمال او شرق او جنوب فيه ثلاث كورسات هيتعملوا على مدار السنة ودول اللي هيتم مشاركة فيهم محمود عشور